أعزائي المشاهدين، أعزائي المشاهدة، السلام عليكم ورحبا بكم في حلقة جديدة من ميكرو طنجاوي كيف ما كنا نعرف كاملين أن أغلب المغاربة المدخول اليومي لا يتعدى مئة درهم كيف ما لاحظنا مؤخرا ارتفاع صاروخي في مواد الغذائية هذا سبب عجز للمواطن البسيط المغربي يمكنك أن يوفر 100 درهم من تلبيه الخاصة وكيف لا تقضي مئة درهم ونرى أراء من الناس ما يمكنك أن يعمل بمئة درهم وكيف تستطيع التدوزهم في الوقت هيا بنا مئة درهم ما تستطيع التدوز لك مئة درهم لا تدوز لي أيضا أستطيع 30 درهم، أستطيع 30 درهم، أستطيع العجزة صافحة أصبح 0 كم يومياً أقلت في تاكسي، أصبح 0 يعني أخذك مئة درهم آخر أعونت؟ مئة درهم دائماً دائماً، أصبح مصرف اليوم، مئة درهم آخر أخذك وإن أخذك، لا تدعييك، لا تدعيك لي يعني ما حال أن يقدر في مئة درهم لا يقدر في النار؟ ما حال أن يقدر؟ تقدر أن تكفيني 300 درهم، كافأ معه 300 درهم؟ 300 درهم مئة درهم الصرفة و120 درهم مهتم وعندك شي مسؤولية مجواز؟ أعندي مسؤولية، وخم تبعني لكراهل، مسؤولية لأعوة أقول سابعني بنادم تابعي اللي خلصني مترغش 100 درهم أخي نغير أنا كان فطر بـ 25 درهم وكانت غداء بـ 20 درهم أيها 45 درهم كنت أعطي ندر في الأشياء خبسين درهم إذا أتسقطت أما تملك أولو 100 درهم أخي في المغرب 100 درهم أتسخر بها الصخرة مع وطا أعطي الصخرة للدرم زيانة مهمة تعيش تعيش في حالي عايش الناس ضروري أتخبع لا أتخبع كنت أتخبع في المغرب أصح الزيت غالي كل شي غالي وارضونا هدو عشرية أخي كنت قلتينها يعني ما عيشة غالية هي كانت السبب بأن هذا 100 درهم أتخبع شي تسكفى المواطن لا مواطن 100 درهم أتسمله ولو أقول لك شي واحد أتسمله شي حاجة يكذب عليك أصح حس كيني الناس يقول لك إحنا 100 درهم كافي أنا كي كذب وكتجبر مجوج بأولاده كي كذب أخي لا أعرف كيف يعملها وكي هرسة وكي قسمة وكي فطر بكرتونة الحليب وكي كاة وكي فطر ملوي وكي ستقاوة طويلة لا مواطن 100 درهم ما تسكفى إذا أعطيتك الخواديلين 100 درهم شني تقدر تسمي البيئة؟ إذا كنت بحدي سواء أخرج مع العيلة قول لي بحدي سواء بحدي سواء بحدي سواء بحدي سواء يومين تلسيان إذا كنت مع العيلة؟ مشاهز مشاهز تكسا مشاهز تكسا ما تسمي البيئة بالسلام؟ مشاهز تكسا مشاهز تكسا 20 درهم أو 20 درهم وكي ستقاوة 20 درهم إن شاء الله جودوغش يعني تصلح في العيلة دي لك مياد درهم عند دقيقة ما تقوس ليوالو معنا مياد درهم ما سوية ليوالو مع الحواني تبقى قلنا يابيدون تزد بسبع عالف و 500 ما يبقى لك مياد درهم ما شرية تصابون حنو لم يقوم على ربح كان ربح و 50 درهم في النهار و 150 ألف في الشهر من اللي يجيب شهر أخر تجرب راسك بقلك يسل بالك انه لك buffxi 150 ألف أخر ليع طلاوات يعني المواطن المغربي ما يقدرش يعيش بمية درهم ومساحل يعيش بمية درهم واي وكينا احد النوع دم مغرباك يقول لك أنا مية درهم كافيا مع العلم انه كتجربهم جواج انا عندي ثلاث ادلوا العواوي الشيحوك الرباح النافر الشهر مياة تمانين هالف حلا ما عندي دابة مياة تمانين الالفر الشهر ولما يوم الشهر من فاشل managed to get the flesh ab imp plan maASH بلد منLC لانك فشلتони مياة تمانين الاف رمياتyl Food علش مياة تمانين الاف ما كافيار ايشي اللى فشهر ثلاثةazy هالفر اوامار الرابعة وانا الخامس الماعيش غالية بالخحوك الى Okong 我me guy kappa بعض 5 وقال 4ử فشل الافر ما كافيار And the obligator كذلك يوجد 3 موارد فهيه وارد فهيه يعني اذا اخوة تبوت وتقادل زيت في نهر واحد صحادي ما ضعينا بالله بالنسبة الناس اللي عند مسؤولية ومجوجين كتضم درهم تكفاههم لا وحال وشتكفاههم هو احنا ما مجوجين مواله ما كتفهنا شي عادك ومال المجوجين يعني شحال دباتنا شي حال تقدر تفليه في النار استقي على الاقل 1-2 درهم وبالنسبة الناس اللي كتقدم درهم في النار يا حسنا المنزل بمجاعة تم تدواستي في كمية درام هل يمكنك أن تدوز لك 100 درهم؟ أدوز لك 48 ساعة 50 درهم في النار وبالنسبة الناس التي تقدم 100 درهم كيف يعملون في النظر؟ حساب الزيارة في الوقت مزيارة وهذا يدير حسابه حساب الدرهم يخرج تتبعه بعينه فيه وبالنسبة الناس الذين لديهم مسؤولية للعواء لديهم مسؤولية للعواء والمي ما عنده شيء ما عنده عاش ما كسب ما خلق من يجبون النار يطبون لي وكنت خدم مع الشركة تحياتنا كاملة خدمة من اللي خرجنا التقعود مخلينا 130 فرنك أش غادر البوفري في المغرب أش غادرهم 130 فرنك يعني كتجيك 40 درهم في النار وإحنا وخارجنا التقعود إحنا بقى المعاور الرأسنا بشوية هكو شوية من نيو شوية مننا باش غادرنا عايش المستار طير وصابي دبابنا دملي كيبغي الشابب اللي باغين يجو جو مثلا شني تقدارت مصيح لي قدرت وجهه لهم توجه له خصو بالقلة بلقلة يكون يكون خدمة بعشرين الفرنك ياربيكو يمشي هو هذا يعني يقدر يالله يوفر ذلك يالله يوفر ذلك شيء غا يمشي متساوى ما هو ما عايش مزيال ما غافي غادي مماين غادي شوية غادي مقادر شوية مع رسوسا في خصو عشرين الفرنك مئة درام مئة درام الخاو مئة درام اللي حسب الخلصة اللي كتشبر مئة درام اللي كنتي كتعرف كيف اشعى تدوزة لا تقدر دوزة لك من يومين تنتلتية لما كنتي كتعرف رجيبها افساع فطور نقدر نضي 15 درام يالله تمشيت هكا ستقاوة بسبعة درام خمسة درام للحارشة ها يكتجيبها اخر حتى لديت اشع عصر خفافي درام من عند باقة هذا اقتصادي اقتصادي وفي الغداء اوه في الغداء على حسب نتوشة هذه لك تقدر ديتها شوية يعني كينا الناس يقولوا بأن مئة درام كتكفاهم يعني فاعد منهم الانسان اللي عنده السكنة دياله ويعخور ما يكون شي كاري وعوال ضروري هذه كتعرف يعني احتكرا وضروف حال هذه اللي يخالي والانسان مكتخضوش درام الكرا والماء والضاء تمارا اقتصادي ايه امي كل موقف ليس كتر من نهار نقص لانهر لا 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 نجدين لكن انا الانهار اه اه لشياء كاسكروة عملوغي 10 درام والعشاق 20 درهم اضرب عملية حسابية اضرب 100 درهم يعني انك تسل الراسك كتر ايه انك تسل الراسك كتر ما حال تقدره في النهار تكفك تكفيني 250 درهم لماذا تدق 50 درهم 50 درهم اضرب في اشي حاجة ما هي الحاجة اللي فيها 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 لا احبه لا احبه احبه 50 درهم اضرب لماذا اقول لك الحمد لله ولا حوله ولا قوته المسؤولين ومن يديرون هذه المشكلة كيف ما شفتوا معنا كنسة هذه هي الاراء ديالنا دعونا الاراء ديالكم في التعليق وكيف ستقدر تدوزكم ديال الوقت كان معكم ايو جباري انطلقوا في فيديو جديد وموضوع جديد ان شاء الله السلام عليكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة